عرفتوا قد إيه اللاعب لما بيسيب بصمة كويسة ليه بأخلاقه نمرة واحد بعلمه اللي هو أساس كل شيء وبثقافته عن المجال الرياضي أهم دول أعضاء الجمعية العمومية طبعا ده لا يقلل من الجمعية العمومية لنادي الزمالك على رأسنا من فوق سباحة بقول أنت بيجيب ناس على الناس لا ده أنا بس بقول لكم أن أنا عامل حلقة دي مخصوصة عشان بعيد عن التعصب قادي الجمعية العمومية للنادي الأهلي شو بتتكلم بتقول إيه على أحد أبناء نادي الزمالك في العصر الزهبي ليجي لنادي الزمالك هتقول إيه الجمعور ده أسرت بص ولعيب الكرة من غير الجمهور ولا حاجة زي ما أثن أنا بقى وش في قلعيب النهاردة بنزل ملع ما يلاقيش جمهور وما فيش زي ما الواحد يخش في مصرح فنان على المصرح ما فيش جمهور خلاص إحنا من غير الجمهور ولا حاجة سواء جمهور أهلي زمالك، إسماعيلي، الاتحاد، كل الاندية وبعدين لازم الواحد يقدر الجمهور ده فيه ناس كتير قوي ما عندهاش القرش اللي تروح تشيري تذكرة دي حقيقة والله بيضحوا بأكلهم وشربهم ويقوت أولادهم عشان يروحوا يشجعوا النادي بتاعهم ويقفوا فلازم الواحد يكن كل احترام لأي واحد بيتعب ويروح لأستاذ النهاردة طبعا دي مش سهل الكلام ده لا طبعا فلازم نقدر الجمهور والجمهور يبقى يرجع بقى الوعي وكده بهدوء دي صورة اهي مع الفنانين؟ دي في شرم الشيخ كان فيه مهرجان للسينما والله يرحمها رجاء قبلتها هناك رجاء جداوي وقلت له عايزين نشكر المجموعة دي انها تبقى أضافة إضافة لشرم الشيخ فعزمت المجموعة كلها في أحد الفنادق اللي هناك ما قلت لهم أكلت سمك يعني؟ أوه جمدة جدا طبعا إحنا إحنا أصحابك بقى أنا أربعين سنة ما شفناش الكلام نعم تهالة بس تلب الشرط ووريني رجليك طيب إحنا وصلنا دلوقتي لآخر فقرة من برنامج وهي فقرة انت مين؟ لما أجي أقول المهندس هشام عازمي انت مين؟ أسرتك مين؟ بتحب تأكل لي خلينا أقولك انت مين هتترد عليها تقول لي إيه؟ اسمك السلاسي أنا أنا زي ما أنا أنا بتغيرش دي أول حاجة أنا اسمي شام عبد الحميد محمد عازمي والدي الله يرحمه كان مستشار قانوني وهو والدتي هم الوقفوني على رجلي وعلموني صح عمي الله يرحمه الدكتور محمود عازمي كان منذوب مصر في الأمم المتحدة وهو اللي نقاني المدرسة اللي داخلتها وفيه شارع باسم الدكتور محمود عازمي في الزمالك كمان معرفته ما شاء الله عرفنا على الأسرة الأسرة ناهد إبراهيم محمد آه انت عارف هتمسكك في النادي هتقطعك ناهد إبراهيم محمد الرعيم أخت ناجوة إبراهيم وآه بشكرا أن هي مستحملاني السنين اللي فاتت دي كلها انت لو عارس بعت لها رسالة واتبصص للكاميرا الوقت كده هتقول لها إيه هقولك إيه أنا بقى يا ناهد يعني أنا بشكرك أن انت استحملتيني كل ده وكملي بقى المشوار برضو زي ما إحنا ماشيين كده استحمليني أكتر ما أنا بستحملك لأن انت بلسم والله العظيم ربنا يخليها لك وربنا يديك السحقة ويقويك على حب الناس وحب أولادنا وأحفادنا الأولاد أحمد تحاولي لعب كرة وراح النادي الأهلي أبراهيم عبدالصامد تكلمني وقتها وكان جون كويس كانت اللي يقول كيبر بقى؟ أما ليه؟ في الجينات بقى؟ أه أكلمني إبراهيم عبدالصامد قال لي بس لازم يجي التمرين كل يوم كان هو في كلية الهندسة قالت لنا ما ينفعش الحمد لله أحمد دلوقتي رئيس قسم المساحة في هندسة عن شمس ودكتوراه دكتور مهندس وأحسن حاجة فيه إنه أهلاوي أهلاوي جامد ومرته رباب الشريف إنتوا عارفين طبعا زمليتكم في الإعلام إعلامية قديرة بنته هنة بسم الله ما شاء الله السنة دي تخرج من جمع الأمريكية وعمر ولد شائي جدا وكان يعني درا نقول من متفتح ذهنين جدا ما فيش حد في أخر مو عب كورة؟ لا ده لعب وطر بولو حاول لعب كورة ما يعرفش بس لعب وطر بولو في نادي اليوبلس ودوقتي مركز بقى في سنة وعامة السنة الجاية يمكن نخش على أمينة أمينة هشاب عزمي زمال كوي زمال كوي زمال كوي ماشي أمينة ماشي هي الوحيدة اللي وقفة جنبي بالسنة دي خلفة البنات كده ربنا خليها لك وسامح جزها برضو وسامح عب فتاح من الشخصيات المميزة ده هو برضو أهلاوي راهيب جدا أنا بشوفه كتير أوه في النادي ما شاء الله بنتهم نييرة نييرة ان شاء الله سلام جاية بقى هتخش بقى سنة وعامة وحاجات زي دي بتلعب فولي في نادي اليوبلس ومميزة في الفولي آخرنا عنقود بقى آدم سامح بفتاح آدم ابتدى لعب كل حاجة تايكوندو ولعب كورة ممكن يبقى كويس في الكورة آآ كان بيحب الكورة جدا آآ إنما اتجه دلوقتي لللعبة المميزة في نادي اليوبلس كورة اليد كورة اليد كورة اليد كورة اليد ماشية كويس الكورة كل ناس ربنا يخليك ليهم أنا بشكرهم إنهم حوالي ربنا يخليك ليهم ويخليك ليهم وهم تشوفهم كده يا رب في أحسن مراكز وأحسن صحة وأحسن عافية هويتك إيه للكورة إيه هويتك لأنت بالتبقى الشغل الشغل الهندسة أوقات فراغي بتقضيها إزاي؟ بالشغل بك أنت وضلا يا مستفى أحب الشغل يعني بصارك على التلفزيون طبعا زي أي حد تتغلب بلياردو بلياردو قليل مرة في القصوة ما بقاش زي زمان عارف الترابيسة يا إما كبرت يا إما لوحد نظره دعف يعنيك ديها خلاص بأتزعيد طيب بتحب الأكل أحب الأكل من إيد مراتي طبعا هي الأساس أكلتك المفضلة إيه اللي بتعمل؟ يا سلام ملوخية بالرز بالأرانب بالبصل الله أخضر الله 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 بالبصل عليها دي مهمة جدا يمفتة يعني فيها البامية لا ما أنا عارف المدام بسم الله ما شاء الله فالطبيق ما حصلتش بتحب تخش المطبخ؟ أنا بخش المطبخ أجيب كوباية الشاي بس لا ما خلاص هيقولك أنا بعمل الشاي ولا الهواء أولا ممكن أخد كارتة أحمر ودخلت المطبخ منها وأنا عندي في البيت على فكرة حظت كرودة خمرة وصفرة متوالفيفة إنت ليك في السوشيال ميديا؟ قليل جدا بس بتواصل مع ناس مفتقدهم كتير يعني بحس إن فيه تجاوب مع الناس في السوشيال ميديا معها خاصة الحاجات اللي هي فيها أبيض وسود تاريخ دينيس طيب إنت شايف السوشيال ميديا نجبة على مصر ولا فيها حاجة فيها نور كده خفيف كده ما قدرش أقول كلها نجبة فيه إيجابيات وفيه سلبيات إنما السلبيات أكتر من الإيجابيات طيب ليك في الأغاني الأديمة؟ يا سلام على حليم ولا الست ومكلسوم طيب إنت إيه الهونية اللي بترجعك للزمن الجميل بداية حبك لمدام ناعد؟ وهتبع قبصلة كده وتبعت لها الهونية قولك إيه؟ بلاش بقى أقول يا عم أقول ده ما هتاح أتا استخسر في الست أغنية؟ لا والله أغاني حلوة جدا يعني كل أغاني مكلسومة على فكرة ايه مش في حبز أي أغنية ولا حبز؟ بعد حليم استقت إليك فعلمني ألا أشتاقك أنت بتكلمني أنا كلمة هاي؟ استقت إليك فعلمني ألا أشتاقك خاصة أن أنا قاعد تشرم أكتر من القاهرة طيب ليك في الأفلام الأبيض وسود؟ يا سلام هي في أحلام الأبيض وسود؟ ايه الفيلم اللي بيشدك؟ يا سلام على ابن حميده ولا مبارح فيه فيلم كمان مع عبد حليم حافظ وذيب إليه صاروة؟ ولا في بعيتنا رجل بتاع عمر الشريف؟ ولا قام الحواء؟ اللي هي رشدي أبازة وإيه يا جماعة؟ ولا زوجة 13؟ سياسة النعمة دي؟ لا الأبيض وسود يا جماعة اللي ما حضرش أبيض وسود فاتوا كتير جداً إنما في حاجات طبعاً الجديدة اللي طبعاً عسل وسود عسل وسود اتفرج عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة انت ديك بقى في السينما طيب كان حلقتنا خلصت لا يا راجل والله حلقتنا خلصت كنا عاوزين نقعد معاك أكتر وأكتر وأكتر لكن عشان ما عاد البرنامج عندنا